موسيقى اتفالنا اليوم هو يعني برعاية سمو الأميرة بسمة كجزء من حملة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وشركائها في شبكة شمعة لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي هذا العام اخترنا موضوع التحرش وظاهرة التحرش والتأكيد عليها كجريمة وذلك بناء على دراسة قمنا بها بيانت بأنها كما في باقي العالم هناك ظاهرة التحرش علينا أن نرفع وعي المجتمع حولها نبني آليات الحماية للضحايا فيها وأن أيضا نقوم بالتركيز على أهمية العمل المشترك ما بين جميع الجهات والمؤسسات ودور الأسرة والمجتمع في مجابهة هذه الظاهرة التحرش هو عبارة عن إيحاءات جزية غير مرغوب فيها سواء كان هذا سلوك طريحا أو ضدية وللتحرش أنواع جسدي، إيماني، ذضي، نفسي، إلكتروني يجب قانون العقوبة الأردنية التحرش بجميع أنواعه ضمن المواد 305-306 في أي جزء من العالم وبدون استثناء تشكل آفة التحرش تهديداً سافراً للمرأة وقد أثبت خروج ملايين النساء من أنصمتهم في إطار حركة ميتو وكسر حاجز الخوف أن السكوت على جريمة التحرش تم اختراقه لو اعتبرنا أن ما قامت به النساء والناشطون في دول مختلفة ساهم بشكل رئيسي بتصليط الأضواء وجذب الاهتمام على مستوى حكومات ومؤسسات ومجتمع مدني فالآن أصبح من الضروري مواجهة تداعيات عواقب التحرش وتفنيد الأعضار الواهية بأن اسلوب تصرف المرأة أو لباسها يؤدي إلى تحرش الرجل بها بينما من المثبت أنه في حالات عديدة حتى اللباس الشرعي لا يحميها موسيقى UN Women is the United Nations entity dedicated to gender equality and the empowerment of women موسيقى 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 لما تتحرش في الناس وتزد تحكي بس عشان هيك يعني وما بدأت تتسلق في الصحابة عفكرة دي الخلط وهالجريلة كتير كبير وما تتحرش فيك بك إلا عادة عائلة مصوت هالساة دي لقول شاك شاك